عام مضى وضع خلاله حلف النيتو في اختبارات بالغة الصعوبة كان ذلك بالطبع متزامنا مع انطلاق الهجوم العسكري الروسي على اوكرانيا والشعور بقلق بالغ من الوضع الامني على حدود القارة الاوروبية وزراء دفاع النيتو يجتمعون بشكل دائم لبحث اجندة على رأسها العملية العسكرية الروسية الجارية في اوكرانيا والامدادات اللوجستية والعسكرية لكييف مع سماع اراء وزراء دفاع الدول الاعضاء في مجموعة الاتصال الدفاعية الاوكرانية الجديد في الاجتماعات المقبلة هو دراسة منح كل من السويد وفنلندا عضوية كاملة بالحلف ما من شأنه وفق الكثيرين ان يفتح تداعيات عسكرية كبيرة في نطاق دول النيتو اما الطلب الاوكراني لطائرات مقاتلة فانه يضفي على اجتماعات وزراء دفاع النيتو مزيدا من القلق بشأن احتمالية ان تمثل الخطوة استفزازا لروسيا والتورط في صراع مباشر معها وهو ما اعلنه صراحة الامين العام للحلف يانس ستولتمبر دراسات استراتيجية اكدت ان الدعم العسكرية لاوكرانيا من شأنه ان يطيل امد الحرب مع امل بان تنجح الحلول الدبلوماسية في انهاء هذا الصراع من خلال هذه المعادلة يبحث وزراء دفاع النيتو امكانية استمرار الامدادات العسكرية لاوكرانيا بشكل فردي او جماعي ومن شأن ذلك ان يؤدي لاستفزاز محتمل لروسيا ازمة اخرى تواجه وزراء دفاع النيتو وهي قوات الرد السريع التي تقودها المانيا والتي من المقرر ان تتسلم بريطانيا قيادتها بنهاية هذا العام وفي ضوء عدم قدرة بريطانيا على توفير خمسة الاف فرد لهذه القوات فقد يطلب الحلف من المانيا ان تتولى القيادة لعام اخر في الاساس تمر بريطانيا بازمة كشفها مصدر في وزارة الدفاع البريطانية تتمثل في نقص الذخيرة والمعدات العسكرية بسبب نقص معدل الانفاق العسكري وكمية الذخائر والاسلحة التي تزود بها بريطانيا اوكرانيا فباتت لندن والحال كذلك بين نارين استمرار الدعم العسكري لكييف من ناحية وتأمين نفقاتها العسكرية من ناحية اخرى ازمة اخرى يواجهها حلف الناتو باتهام روسيا للولايات المتحدة بتفجير خطوط انابيب الغاز نوردستريم والتي تضخ روسيا من خلالها الغاز لعموم اوروبا الامر بالطبع موضع نفي من الولايات المتحدة ولان اوروبا هي القريبة من خط المواجهة مباشرة فقد حافظ الناتو على قنوات اتصال لا تزال مفتوحة مع موسكو لمحاولة منع التصعيد في هذا الشأن تطورات متفاقمة يبحث خلالها الناتو قضايا شائكة وبحذر شديد للغاية لان القرار من شأنه اما ان ينزع فتيل الازمة ويمنع اندلاع نيران الصراع في اراضي دوله الاعضاء او ان يؤدي لتصعيد جديد تتجاوز نتائجه ما قد يدور في خيال اعضائه اشتركوا في القناة